اهلا بك يا بشوانسين بنكمل الكورس التأسيسي لسنة عام ومعادنا في حلقة النهاردة مع الاناليتك جومتري موضوع الاناليتك جومتري ده مهم عموما في حياتك حتى فيما بعد لما تخشوا ليتها ان شاء الله مهم في سلود جومتري مهم في الستاتيكس مهم في الديناميكس والاناليتك جومتري هو ان احنا بنتعانل مع اي حاجة في الكون على انها point اما مربوضة على البلين في two dimensions اما مربوضة في space في three dimensions احنا يمكن خدنا الكلام ده في اعدادي وفي سانوي بس كنا بنتكلم عليه في two دي في ثالثة سانوي وفي جامعة بنتكلم على الكلام ده على مستوى اكبر على مستوى three dimensions الاكس والي والزد والكلام مش هيختلف يعني كل المعلومات اللي انت واخدها في two دي هي نفسها المعلومات بتاعة three d فلو سمحك افتكر معايا الكلام كلام سعف وانت تبقى فاكره هتبقى حبه افتكر معايا كل الكلام ده عشان لما نكبره على ال three d تبقى انت تشاطر في كوائز تعال كده نفتكر البداية كانت ايه لو انا معايا two points الpoint اللي اني اسمها x و y والpoint التانية اسمها x و y بفرق ما بينهم ازاي باسمي دي first point x1 y1 واسمي دي second point x2 y2 اقدر اجيب ايه اقدر اجيب المسافة ما بين النقطتين the distance between two points اقدر اجيب ال location بتاع ال point اللي في النص اللي هي المد point بتاعة two points النقطة الموجودة ما بين النقطتين دون واقدر اجيب السلوب بتاع ال straight line اللي passing through اللي بيعادي على النقطتين دون تعال نفتكر كنا بنعمل ده ازاي اول حاجة تعال نجيب المسافة ما بين ايه و بي كنا بنعمل square root فرق ال x هات square plus فرق ال yات square يعني x2 minus x1 power 2 plus y2 minus y1 power 2 هل هتفرق ان انا اعمل x2 minus x1 او x1 minus x2 تفرق لان كده كده في power 2 فهتزبط دي المهم ال distance ما بين نقطتين او طول اللايم اللي بيوصل ما بين two points عبارة عن square root root كبير فرق الاكسات square plus فرق ال yات square حلو خلص ازاي هجيب ال point التي تقع في النص اللي هو بيسميها ايه زمي point between two points انت هجيب ايه هجيب point يعني هجيب point يعني هجيب order pair وليكن مسلا هسميها m ام ديه order pair وطالما order pair هتسمى ايه x,1 هتبقى point يعني هتبقى order pair sum of x over two comma sum of y over two تعال كده اهو x1 plus x2 over two comma عشان order pair sum of ys اللي هو y1 plus y2 over two لما نبقى نخش في المنهج ونتعمق فيه هيزيد حاجة غير ال x وال y هتزيد ايه? حاجة اسمها زد البعد التالت. فهينا هوك هيبقى plus z two minus z one power two. وهنا هوك هيبقى فيه كومة تانية ونقول مجموع الزد over a over two. مش شغلية الوقت احنا بنفتكر الكلام اللي خدناه قبل كده. ازاي اجيب slope او درجة المين بتاع اللي بيعدي على النقطتين دول اهو slope بنسمي vertical variation او الفرق بتاع الوايات اللي هو y2 minus y1 over horizontal variation اللي هو x2 minus x1. سهلا. طيب. تعال نشويش. باستفاد الكلام ده بايه? لو انا خدت طبيقات درس التاع distance between two points. هلاقي اول استفادة ان انا اعرف لو انا عني تلات نقطة. هل هما collinear ولا مش collinear? هل هما on the same straight line ولا? هل هما يقعوا على استقامة واحدة ولا لا? ازاي? بص كده? وليكن? انا معايا A ومعايا B ومعايا C. ازاي اثبت ان ال A وال B وال C التلاتة على نفس ال line. ومعايا البساطة. بجيب البعد ما بين كل النقطين. بجيب distance بتاع A C. وبجيب distance بتاع B C. وبجيب distance بتاع A B. وليكن A B ده طلع اكبر واحد. If A C plus B C المسافة ما بين A C plus المسافة ما بين A B. ساعتها هتقول ان ال A وال B وال C دول collinear. دول A على استقامة واحدة. طيب لو كان A C plus B C doesn't equal لا يساوي ال A B. فساعتها التلات نقطة دول مش على استقامة واحدة. ومال ايه? فكر. بروفر هيعملوا triangle. لو فيه تلات نقطة مش على استقامة واحدة في نقطة بعيدة عنهم. فيبقى ساعتها التلات نقطة دول يعملوا ايه? triangle shape شكل وثالث. طيب. تعالي نبص كده على مسألة. نشوف الكلام ده. هل التلات نقطة دول A وB وC. هل دولة collinear ولا triangle shape؟ مش عايد. طبع عشان نعرف. هاروح مطبق قانون ال distance تلات مرات. هاجيب ال A C. واجيب ال A B. واجيب ال B C. ايه بالتلاتة؟ شوف اصغر اثنين. لو يساوي الكبيرة يبقى التلاتة يقعوا على نفس ال straight line. بشويش. اهو. ادي ال A B. ادي square root. هنعمل ايه? فرق الاكسات square plus فرق الويات square. يعني 1-0 او 1-0 power 2. 5-2 فرق الويات. 5-2 power 2. انا ما هك. 1-0 1 power 2 1. 5-2 power 2. become benign. 9-1 10 تحت ال root. يبقى root 10. طبعش حاجة تسمع. مش عايزين دلاتة. root 10 length y root. كده احنا جبنا مين ال A B. تعال نشوف ال B C. ها ادي square root. فرق الاكسات square. فرق الويات square. 2-1 او 2-1 square. 8-5. 8-5. 1-1 square root 9. صدفة. مش شرط يتلعى قد بعض. تمام. هنا 1-1-9-10 تحت ال root. يا جماعة صدفة وصدفة. قلناش دعم. هل لازم يتلعى قد بعض؟ لا لا مش شرط. ده لو ايصص لسترانجل. تمام؟ طيب نشوف المسافة. ايصي. ها. يا طعر يا هل طعر. طعر. 2-0 او 2-0 power 2. 8-2. او 8-2. 2-0 ب2 power 2. 4. 8-2 ب6 power 2. 36. 36 و 4 ب40. 40 تحت ال root. اعملان تعالى مهلك. هتبقى 2 root 10. الله. حلوة. ايه اللي حصل؟ لو خدتوا بالكم. ان الاتنين الصغيرين. root 10 و root 10 ب2 root 10. يعني انا اقدر اقول له كده. ان AB اللي هي root 10. plus BC اللي هي root 10. طلقت قد AC اللي هي 2 root 10. او دي root 10. ودي root 10. ودي هي 2 root 10. فكده معنى كده. therefore NA وB. وC. نلغم. R. كولينير. يعني يقع على نفس ال straight line. تمام؟ لما نشتغل في معنى هكتالتة. هتلاقي ان احنا هنعمل نفس الكلام. بس زي ما قلت لك هيزيد معانا فاكتر جديد اللي هو من؟ البعد الثالث اللي هو Z. طيب. ايه التطبيقات التانية بتاع درس ال distance between two points. اعرف نوع triangle. هل؟ يعني يتعرف نوع triangle. لازم تأثل. هل انت عايز تعرف نوع triangle حسب sides? ولا حسب angles? هل انت عايز تعرف هو equilateral ولا isosolous ولا scalene? او scalene triangle? ولا عايز تعرف هو acute ولا obtuse ولا right triangle? بص. لو حسب sides انت اطلع three sides. لو ثلاث صيدات او three sides متساويين are equal lengths يبقى اسمه equilateral trunk. لو اتنين متساويين واحد مختلف بقى isosolous. لو ثلاث مجانين مختلفين يبقى iscalene. تمام. طب لو انا هايز اعرف نوعه حسب angles بص بقى يا باش. هجيب three lengths واشوف اكبر واحد فيهم مين? واعمل لكل واحد فيهم power two. لازم اعمل power two. حب. لو حصل. ان اكبر واحد الواحد سكوار تنع اكبر من الاثنين الثانين الصغيرين سكوار هيبقى در نوعه ايه? optus angled trunk. طب لو دلع equal دعانه بايتاغرس. دي نظرية بايتاغرس سيرة. لو دلع equal يبقى در راية angled trunk. طبعا اوتيوس فين ولا راية فين في الحرف البيكرر. يعني هنا b هنا b. او في اكبر صيد الحرف اللي مش موجود. هنا a c يبقى الحرف اللي مش موجود هو مين? b هو ده اللي بيحدد نوع الانجل. طب لو اكبر واحد طلع اصغر من الاثنين تانين. ما عايزك تاخد سكينشوت للحيتة دي مهم معنا. لو اصغر واحد طلع اصغر من الاثنين تانية سكوار. يبقى در نوعه ايه? ده نوعه accurate angle triangle triangle. any angle فيه accurate? اكي. كلهم اكي. ما فيش واحدة مختلفة. three angles هيكونوا تعطي ايه? accurate angles. طيب. تعال نشوف القصة دي في السؤال. بيقول لك انا هتديك ايه? وهتديك بي وهتديك سي. واقول لك ان دولة three vertices of a triangle. انا قطيق نوع triangle مش كليني. بس بقول لك show it's type according to the angles. قل لي النوع حسب الangles. هل هو accurate angle triangle? ولا obtuse angle triangle? ولا right angle triangle? بشوش يا باش وانس. هنعمل ايه? هجيب three sides. واعمل لكل side power two. وبعدين نشوف قطوة ال compare. رقم واحد. هجيب ال a b. تمام? اجي square root. فارد ليك set square? فارد وات square. four minus two. اهو. four minus two power two. negative two minus one. negative two minus one power two. تمام? four minus two انت خلصها بكل تطلع ب two power two four. هنا هو negative three power two. هتطلع بكم? ب negative nine او sorry nine افر power two. nine و four هتطلع سرتي. اهو. تلعب بكم? ب root سرتي. استمنا بقى. هنا بعد كل ما احسب واحد اروح عمله power two. يبقى اقول له كده ان a b power two هتطلع بكم? بسرتي. شلنا ال root. تمام? نرجع تاني. نشتغل على السايد التاني. مين غير a b? بروف. هجيب ال b c. يلا يا استاذ. يلا يا استاذ. يلا يا استاذ. seven minus four. اهو. ممكن تعملها على طول انت انا عارف. تمام? و five minus negative. بروف. five minus negative بقى بلس. five plus two power two. ماشي. خلينا نعملها بالكالكترة على طول. اهو. seven minus four. ب three power two. ب nine. بلاس. seven power two. ب fourty nine. تطلع بكم? بروف. five eight. اهو. روت. five eight. طبعا روت. five eight. ايه? length unit. تمام. لازم اعملوا power two. يبقى بي سي. power two. هنعمل ايه? هشيل الروت. هتطلع. five eight. عايزك? تعال نجيب الصايد الثالث. جبنا ايه بي? جبنا بي سي. هه? فاضل اي سي. ماشي. ادي ايه? ودي سي. يالله. سكوار روت. عشان ما انتوش. فارل الاكساد. فارل الويات. seven. minus two. power two. five. minus one. power two. ودي الكالكليتر. ودي سكوار روت. seven minus two. بسري. power two. بني. five minus one. بfour. power two. بسكستي. تطلع بكم? تطلع بفايف. ما تنساش ان انت لازم تعملها power two. ما فيه شروط. بس لازم تعملها power two برضا. يبقى. اي سي. power two. بفايف. power two. بـ 25. حل وخاص. تعال بقى نعمل ايه? comparing. ما بين مين? ما بين اكبر واحد الواحد. اللي هو بي سي بس power two. ومجموعة الاثنين الصغيرين. اللي هم مين? اي بي باور تو. و اي سي باور تو. على مهلك? بي سي باور تو بففتي ايت. اي بي و اي سي بثيرتين و توينتي فايف. يعني ثيرتي ايت. يلا. ها. ففتي ايت ولا سيرتي ايت. ففتي ايت اكبر. ففتي ايت اكبر من ثيرتي ايت. طالما الكبير لوحده. اكبر من مجموعة الاثنين الصغيرين. يبقى ساعتها. نوع ترانجل. برابو. يبقى. therefore. انا رساليك تقول. الترانجل. اي بي سي. ها. is an optus. angle triangle. at. بص بق. ها. هي الحرف اللي موجود هنا. هي الحرف اللي مش موجود هنا. مين الحرف المكرر? at angle a. يعني ده لو فجية رسم. هتروح حاطة اي. هي الاكتوس. وارزع البي والسي. في اي حد. تمام. يبقى استفدت من قصة الدستانس. ان انا عرفت هما collinear ولا مش collinear. استفد. ان انا عرفت نوع ترانجل. سواء حسب السايتس. او حسب ال اي. طيب. ايه كمان. البريلو جرام. والسبيشال كيس بتاعته. بصية امور. بصية امور. انت اقول ان الفور بوينتز بتوعي. دول عاملين البريلو جرام. اذا كان. كل اثنين سايتس. اوبوزت لبعض. ايكوال. في الديستانس. يعني لو انا جبت ال a b. وجبت ال c d. لو كان طول ال a b قد طول ال c d. وطول ال b c قد طول ال a d. يبقى كنا اثبات النوع باريلو جرام. تمام? طيب. ايه الاسبيشال كيسز من الباريلو جرام? رقم واحد. الرجتانجل. محتاج ايه عشان تثبت نوع ريكتانجل. تركز عشان الموضوع. فيه تفاصيل كتير. رقم واحد محتاج اثبت ان هو باريلو جرام. يعني كل two opposite sides are equal. مفيش باريل دلوقت. ليه مفيش باريل? عشان انا شغال. براض. بالديستانس. فانا هاجيب a b يطلع قد c d. واجبي b c يطلع قد a d. مش اناف. لازم عشان اثبت نوع الارجتانجل. اجيب كمان. ايه? الطو دياجوناتز. اجيب طول الطو دياجوناتز. حل? تمام. ايه الكاس اللي بعد كده? الرومبس. الرومبس روب يبقى عمل زي القايد كده. روب يبقى عمل كده. تمام? كل ما هو عليك ان انت تحاول تجيب الفور سايتز. تجيب ال a b. وال b c. وال c d. وال a d. اطلع الاربعة ضبعة. بس خلق. يا مسر سكوير. لا سكوير هنعمل شرطة تاني. يبقى عشان لازمت نوعية الاكتانجل بالاولى. عشان لازمت نوعية كل تنين قصب بعضه. انف. عشان لازمت نوعية الاكتانجل كل اثنين قصب بعضه. الدبعة. والدياغونالز اقوال في الننز. عشان لازمت نوعية رومبس بجيبي الفور سايتس. ولا يحزنون. دياغونالز اذا كان عايز الارب. طيب السكوير. تمام? محتاج اجيب الفور سايتس يطلع الدبعض. بس مش انف. واجيب كمان. اجيب الدياغونالز كمان. يبقى الفور سايتس الدبعض بس. ده كده رومبس. فور سايتس الدبعض والدياغونالز الدبعض. يبقى ده كده ايه? السكوير. تمام? اريلو جرام. ايج تو سايتس ايكوال enfant بس. طبعا ايج طبعا في كل مرة بروح مستعمل قانون distance between two points حتة مهمة جدا بقى في انسولد واخدينها اصلا من ثلاثة حديثة ركز معي في الموضوع ده عايز ارسم two circles ايه البوزيشنز المتاحة او المسموحة لتو سيركلز جنب بعد فيه الست وزيشنز ممكن يكونوا two distance circles بعادة عن بعض ممكن يكون two circles touching externally بيلمسوا بعض من بره two circles touching internally بيلمسوا بعض من جوه one inside the other واحدة جوه واحدة intersecting circles داخليين في بعض لكن ولا بيلمسوا بعض ولا جوه بعض فيه تقطاعات عما باله والاحتمال الاخير او السادس اللي هو two one اسمها concentric circles ليهم نفس السنتر طيب two circles دول ها سمهمني اللي اتنين دول ما لهم group بعادة عن بعض اعرف من ايه ان هما بعادة عن بعض بص كده امر هجيب حاجة اسمها line of centers اللين of centers ده الخطة الذي يصل ما بين two centers اسموه line of centers اذا كان line of centers mn greater than اكبر من مجموع الطور جاي r1 و r2 فساعدها بسمي two circles دولك two distant circles متباه عدتي طيب دول كده بيلمسوا بعض منين من برا بالانجليش touching externally فلو هما touching externally فساعدها بقوله ان line of centers ما فيه زيادة فهذا ساوي مجموع الطور الجاي على طول r1 plus r2 ويما يا جماعة تبقى فاهم وحافظ الستة وزيشة دول ماشي دول كده ايه دول كده بيلمسوا بعض من جوه فهنا ساميهم ايه touching internally touching ايه internal فساعدها اقوله خلي بالك لو هما touching internally فالمن هتساوي r1 minus r2 أو r كبيرة minus r الصغير خلي بالك لو بتساوي المجموع بيلمسوا بعض من برا لو بتساوي difference يبقى بيلمسوا بعض منين من جوه لو اكبر من السم ها يبقى دول distance متباعدة برا بعد عن بعض طيب ده كده ايه ها قول قول ماشي صح واحدة جوه واحدة one inside the other هتبقى عكس distance يعني m n smaller than a difference m m n أكبر من plus بعاد أصغر من minus واحدة جوه واحدة بتساوي plus بيلمسوا بعض من برا بتساوي minus بيلمسوا بعض من جوه طيب لو هم in between ايه in between يعني لو m المسافة ما بين السنترين المينس و plus يعني اكبر من المينس وأصغر من plus رقم يقطع ما بين المينس و plus يبقى دولت two intersecting circles they retain متقاطع طب دي ليهم نفس السنتر يعني concentric ليهم نفس السنتر has the same center اسمها concentric ما فيش مسافة ما بين المين بكم بزير هيتلخبط هيخصوا بعض عملتلك ايه graph وهعمله كده صغر جولك واسكد خد screenshot يلا اه ثاني زون منتا براح لو هما distant يبقى ال mn أكبر من plus لو هما touch externally يبقى mn بتساوي plus هبعتلك pdf لو mn أكبر من minus وأصغر من تقاطعين لو mn أصغر أو بتساوي الأول بتساوي المينوس يبقى بيلمسوا بعض من جوة touching internally لو أصغر من المينوس يبقى واحدة جوة واحدة one inside zero لو mn بتساوي zero يبقى دول ايه concentric circles يعني have the same center طيب في ثانية سنة خدنا موضوع مهم هنكمل عليه في ثالثة سنة اللي هو equation بتاع circle احنا من يتكلم على ايه circles جوة بعض circles برا بعض بيلمسوا فين مش عايف اليوم نفس السنة بتقطرو ماشي طب انا عايز equation بتاعي عايز اللي تقولي النقطة دي جوة circle ولا برا circle ولا على circumference بالcircle فكنا بناخد السنة اللي فاتت equation بتاع circle ركز معي لان كل الكلام الي بيتقال على equation هو في circle هيتعد ثاني في three dimension بس رادل ما اسمها circle هيبقى اسمها sphere عشانها تبقى مجساة عندي شكلين شكل اسمه standard equation وشكل اسمه general equation بص يا امور بص يا امور لو انا معي center اسمي d,h نقطة a ومعي radius الي هي المسافة ده a a هل اقدر اجيب equation بتاع circle الي تقولي النقطة الي موجودة في البلين جوة ولا برا اطبع ازاي بقوله x-d power 2 plus y-h x-d power 2 equals r power 2 مش فهم حاجة بص يا عصر ادي circle تمام واجه center بتاعها 2,5 واجه radius بتاعها وليكن عايزو كم سنتيمتر ماش سري مش هزاعدك وعيدك تكوني الاقوازم بتاع ال circle هتقولي ايه x-2 power 2 plus y-5 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 power 2 equals 3 power 2 اللي هو radius 9 ادي دين equation بتاع ال circle اللي center بتاعها 2,5 وليه radius بتاعها 3 اديتك اي نقطة بقى وليكن مثلا مثلا 1,7 3 negative 8 اي حاجة هل النقطة ديت او نقطة ديت تقع على السيركل ولا برا السيركل ولا جوه السيركل inside ولا outside ولا on the circumference كل اللي عليك هتشيل x وال y وتعود بالنقطة طلعت اكبر من ال nine بقت outside طلعت اصغر من ال nine بقت inside طلعت equal ال nine يبقى هي على frame بتاع السيركل الشكل ده اسموه اسمو standard equation of the circle في صيغة تانية نوب يفك الكلام ده ويحولها للصيغة ديت ليهي x square plus y square plus two nx plus two ky plus c equal zero لما يفكها كده من غير brackets من غير powers فان شكل دوت هيسميه the general equation of the circle تمام مين ال l ومين k ال l وال k هو center بعكس الاشارة بص كده center of the circle negative l و negative k يعني لو center مثلا معي 2,5 زي المسألة اللي فوق فال l هتبقى negative 2 طب و k هتبقى negative 5 تمام طيب لو انا معي الفورما ديت وليكن مثلا معي x square plus y square center minus 4 x plus 8 y plus 17 اي كلام اي حبل في الجبل تلك هات center عشان تجيبه center هتمسك ال coefficient of x و كل اللي واحد فيهم تعمله divided negative 2 divided negative 2 ما معنا divided negative 2 اصلي دي 2 l ودي 2 k طب وليه negative كاتب احنا قلنا انها بعكس الاشعار فيبقى هنا center negative 4 divided negative 2 هاتبقى 2 8 divided negative 2 هتبقى negative 4 يبقى center 2 negative 4 طيب وهدين بالكم من C اللي موجودة دي دي ايه دي كونستنت دي تجميعت شوية ارقام 3 ارقام بيجمحهم ويجيلوا من C مين 3 ارقام دول بصي على السوق احنا عمدين قانونين خليك flexible معا بص كده عارفين local اللي بنشيل في الحاجات بتاعتنا او C هنسميحنا ايه local بص كده L square K square minus R square local كنا بنكتب فرانكو local L square K square minus R square يبقى علشان اجيب C constant دوت امسك L اعملها power 2 امسك K اعملها power 2 امسك R اعملها power 2 بالميندس طيب لو انا معايا ال L و K و C وعايز ال radius انت علمي انت معاندس ماشي دي كده وطلع دي هناك فيبقى R square هتبقى L square K square minus C طب انا عايز اجيب R اروح حطت الكلام ده تحت مين تحت square كلام ده خدناه بالتفاصيل التفاصيل في السولد هناخده تاني بتفاصيل التفاصيل في السولد برد بس زي ما بقولك على مستوى الثلاث ابعد تعال كده ندمج الحاكتين مع بعض انا هبديك اتنين equations واحدة السفير الاعونية واحدة السيركل الاعونية واحدة السيركل التاني وهقولك يا ترى ايه علاقتهم ببعض هل هما intersecting هل هما touching externally touching internally ولا one inside the other فكري معا بشويش انا عشان اقارن محتاج اجيب M سنتر تعال ايه السيركل الاعونية N السنتر بتاع السيركل التاني واجيب M اللي هو الدستانس تمام واجيب R1 ريديس الاولاني و R2 ريديس تاني وابتدي اعمل بروف compare تعال كده هسمي الاعونية ديه C1 السيركل الاولي تعال نطلع السنتر افتكر معي X minus D y minus H equal R2 يبقى M أو السنتر ه U بروف 3,2 تمام و R الاولى ديت من 4 DR2 يبقى روت 4 بكامل ب2 تمام حلو خالص تعال نشتغل على الإكويرجل التانية خلي بالك ديت general عشان اجيب السنتر اللي اسمه N طبعا السنتر ده هيبقى عبارة عن O.P بجيبه ازاي بمسك ال coefficient of X وال coefficient of Y اسمع منك بروفو divided negative 2 divided negative 2 2 divided negative 2 ب negative 1 2 divided negative 2 ب negative 1 حلو؟ تمام ايه؟ عايز اجيب R الثانية يلا ها طبعا انا هحط الروت عشان شايل الباور 2 وبنعمل ايه؟ L square K square minus C ها لكس لكس معاي انا مش لكس ها لكس يا وقت ماشي L square K square minus C يلا ها negative 1 square 1 negative 1 square 1 minus 1 minus 1 تعيش انت يا حج روت 1 became 1 حلو؟ طيب عندنا وعندنا وعندنا لكس ماشي عايز اقارن ما بين ال MN وال R1 وال R2 يبقى رقم واحد لازم اجيب ال MN فارق ليك set square فارق الوريات square negative 1 negative 3 power 2 2 plus negative 1 minus 2 power 2 يلا بس وانس negative 4 power 2 16 negative 3 power 2 9 16.9 25 تحت الروت 5 اشتاد اشتاد ايه علاقة ال MN اللي هي 5 بال R1 وال R2 ال R1 اهي ب 2 وال R2 اهي لاب 1 يبقى MN طلعت يا هندسة اكبر من مجموع الطور جاي 5 اكبر من 2 1 5 اكبر من 3 طب طمام ما 5 اكبر من 3 يبقى معنا كده دولة 2 distant circles تمام دول ديرتين بعيد عن بعض ها ديرتين بعيد عن بعض ثاني علشان اجيب العلاقة بين 2 circles 1 center الارنية ورجس الارنية 2 center ورجس الارنية ثلاث اجيب line of centers امن 4 اكبر من البلس بعيد عن بعض equal minus لازئين في بعض من قول و اصغر من المينس 1 رقم ما بين البلس والمينس intersecting لو بزيره يبقى constant طيب محتاج ارجع على الشكرة دي كمان ركز معي find the equation of the circle انا عايزك تكون لي the equation of the circle يعني انا عايز اجيب center وعايز اجيب areas تمام عظي يبقى انا علشان اجيب equation بتاع the circle بحتاج center و بحتاج radius اه who is the center الله الحمد الله الحمدك يا رب معي the center فضلك مين فضلك radius and the straight line whose equation bla 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 is the tangent from point a ايه كلام دوت كلام عظيم بص معي the circle ومعي the center بطح بكاب the center بطح ومعي خط tangent خط tangent يعني tangent بيلمس circle عند point هو سماها ايه طبعا من ثلاثة عداد يقول سنة حضرتك عائري ان radius هيكون perpendicular على tangent يعني الخط العمود ده اللي نازل على tangent هو ده مين هو ده radius معلومة فولة سنة ازاي بجيب طول perpendicular the length of perpendicular drawn from point to the street line كان عندنا قانون مهم قانون length of perpendicular بركز معي absolute او بتقول انت عليه absolute براحتك ax dash plus b y dash plus c مين ده the equation بعد التين طب ايه داش هنعود بالpoint اللي نازل منها العمود يبقى اللي فوق هي the equation اللي هتبقى معانا ديت بس مكان x و y بحط النقطة اللي هيلزم منها من العمود over square root coefficient of x square plus coefficient of y square ركزي او انا عايزة بطول العمود اللي هو مين اللي هو radius حرف يبقى r equals absolute 3 براكت فاضي كنا بنقول كده السنة الفات بحط براكت فاضي plus 4 براكت فاضي plus 2 هنا square root coefficient of x square ليه 3 power 2 coefficient of y square لو أكام 16 تمام جوه البراكت الفاضي هنزل النقطة اللي هلزم منها على النقطة ليه يمين 2 و 3 يلا يا عظيم 3 by 2 6 4 by 3 12 6 و 12 بكام باعتين اعتين و 2 20 وتحت 5 20 over 5 تطلع بكام ب 4 تمام شو سابداء اهو ادي الكالكليتور 3 by 2 6 4 by 3 20 مش محتاجة احط ابسولوت لان كلهم ايه؟ كلهم بال بلاس طبعا هنا دي بلاس تمام بلاس 12 بلاس 2 وتحت square root 9 و 16 تطلع 4 سرق كفية شوية سرق كفية شوية سرق كفية شوية سرق كفية كده انا معاي السنتر اللي هو كام بس كاب شويش 2 3 والرديس اللي هو كام اللي هو 4 وعايز اجيب الاكوازن بتاعة السرق يل ها x minus 2 power 2 y minus 3 power 2 equals 4 power 2 بكام بسكستين مش عقباك ديت فكها فكها بس كنا بنفكها ازاي؟ الاول سكوار الاول سكوار بس كده x سكوار وهنا y سكوار اللي في النص اللي في النص مين اللي في النص 2 by negative 2 يبقى negative 4x مين اللي في النص 2 by negative 3 negative 6 1 الارقام negative 2 power 2 before negative 3 power 2 benign دفل الحق ده جوه يبقى negative 16 4 1 9 13 negative 16 بكام ب negative 3 اللي فوق اسمها ايه؟ standard equation اللي تحت اسمها ايه؟ general equation يمكن تكون حسة الانريتك جومتري فيها تفاصيل كتيرة لكن سهلة ما فيهاش تفاصيل صعبة بس مهم جدا تبقى لممها كويس مغة لو انت عايز تبقى شاطر في منهج السود موسيقى 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 موسيقى